درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا فيديو اليوم لطلاب أولى عدادي وهو عبارة عن المراجع رقم 2 على الوحدتين التاسعة والعاشرة استعداداً لامتحان أبريل 2021 في فيديو سابق حبيبي كنت حليت معاكم كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات وقعدتكم في فيديو تاني إن شاء الله هنكمل الإجابات الخاصة أو حل كتاب ملحق المهارات للصف الأول الأعدادي عاوزك تستعد كده وتفتح لي كتاب ملحق المهارات معايا بداية من صفحة كام بداية من صفحة تسعة ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو أكيد أنت دلوقتي مشترك معنا في جروب أول عدادي دروس ببلاش كل مواد على الفيسبوك هسيب لكم الرابط في صندوق الوصفة أنت فتحت صفحة تمانية هي في جزء صغير في صفحة تمانية مجموعة من الكلمات اللي هي يونت ناين طبعا إحنا قرينا كتير كلمات آآ أنا بخصص هذا الفيديو للحل أكثر من الشرح لأن في الفيديوهات أنا سيب ست فيديوهات خاصة بحل وشرح الوحدتين التاسعة والعشرة كل واحدة ثري فيديوز وكده ست فيديوهات وبعد كده السابع اللي هو كان حل كراست المعاصر وده الفيديو ايه الثامن تروح لصفحة تسعة هتلاقي برضو مجموعة من الكلمات الخاصة بالوحدة التاسعة ولكن انا عاوز ابدأ حل على طول برضو في صفحة تسعة عندي خلي بالك انا عاوز تركز تركز قوي قوي على الجزئية دي لان طبعا بيبقى امتحان اللي هو ابريل ان شاء الله طبعا يجي لك ست جمل طبعا في فيديوهاتنا انا معروف ان انا بحاول افيدك اقصى استفادة ممكنة انسى ست جمل دلوقتي ولازم نحل ستين مش ستة بس يعني عندي نمبر وان وي كانت جو سبيس توداي بيكوز ذرز نو ويند كلايمينج ويند سورفينج بايكينج شامبينج ما نقدرش نعمل لايه او نذهب لايه توداي بكوز ذرز نو ويند مفيش ايه رياح طبعا مفيش رياح يبقى الحاجة دي مرتبطة بايكلايمينج ويند سورفينج بايكينج شامبينج طبعا هنا ايه ويند ايه ويند سورفينج عندي نمبر تو كل انت عاوزو تجو ايه عايز مركب سيلينج ضايفينج كلايمينج خلي باك انا لبيه سايلنج طبعا هنا ايه سيلينج سيلينج اللو ايه الابحار نمبر ثري خلي بالك كلمة اندر كده هو تخليك تحل اوتوماتيكلي ويند سورفينج ضايفينج سايلينج كلايمينج طبعا هنا عندي ايه ضايفينج عشان برضو لقيت كلمة ايه اندر ساعدتني كتير وكل ما تلاقي كلمة دابليو بي ليا الورك بوك اللي يكون الجزء التدريبات في كتاب المدرسة والاس بي لوا ستينز بوك عندي نمبر فور طبعا عندي هنا سويمينج رايدنج سيلينج زيب لاينج اللي هي الانزلاق ايه بالحبل طبعا هنا يستارت ريلي هاي من فوق لتحت يبع عندي هنا ايه رياضة ايه رياضة الانزلاق بالحبل روح بعد كده على صفحة عشرة ميكملين برضو ايديك جزئية انا عاوز اكتبها فاتح مع الكتاب كده ولو حد مش معا كتاب المحاصر مش مشكلة يستفيد بالجمل طبعا عندي هنا ايه اللي ارتحال في الجبال لفترة طويلة عندي هنا نمبر سيكس عندك سيلر تيشر توريست قايد يعني احنا بلو بقى محتاجين ايه معانا ايه يورينا الماركت السوء بكوز دي لانهما بيعرفوا افضل الاماكن للتسوق سيلر تيشر توريست قايد طبعا هنا عندي ايه قايد يعني ايه موشن بعد كده عندي نمبر سيفن ايلاف ووكين جبب ان اسباي سينجينج وين اي كامب انا ايه بحبي الوكين جبب ان بستيقظ على ايه على اا او تبقى نيم فين يعني التستيقظ بيسمع تغريد الطيور اا assuming what I mean خليب ك pequ الجزئية دي موجودة فورك بوك بيج ايتي فايب هتليها صفحة كده على اليمين تانت هتل هاوس ميوزيوم طبعا هنا عندي ايه تانت وهي ده مثال محلول كمان في الكتاب يعني استغرقي طبعا جرني رحلة طويلة عندي رحلة بحرية عندي فلايت رحلة جوية عندي بريزي جئز احنا عارفين اللي هي رحلة بتكون طويلة شقة يعني غالبا ما بتكون سيرا علي الأقدام طبعا هنا طبعا هنا ايه ادفنتشر ادفنتشر يعني مغامرة طبعا ده عنوان ايه الوحدة اللي خدناها في يونت ايه ناين بعد كده عندي في طريقي يعني ايه في طريقي النزول يعني عور نفسه عندي هنا ايه يعني ايه وقع او ايه او سقط مكملين مع بعض هذه الجزئية في عندي طبعا دي جزئية تانية عندي تفتح صفحة 11 عندي الباب السيارة مصنوع من ايه طبعا دي الجمل دي سهلة جدا في جزئية برضو ايه كتابي الوركبوك عندي نمبر 2 اللي شابيك السيارة مصنوعة من خدنا جزئية طبعا مصنوعة من وييجي بعد كده الماتيريال عندي زجاج طبعا بعد كده نمبر 3 يعني الكراسي السيارة الغالية خلي بالك الغالية مصنوع من طبعا ود خشب والصوف عندي يعني space in my bedroom hot cold rainy cool طبعا كان برا حار ولكن قوة بيبقى and cool in my in my bedroom بعد كده عندي هنا my sorry my mother wants to buy a new صفا ماما عايزة تشتريك انا بقى صغيرة جديدة but I don't think we have space for it in our living room يعني عايزة تشتريك ولكن انا اعتقد ان يعني ما اعتقدش انه يبقى في مكان لها في our living room هنا مكان او حيز او مسافة او مساحة يعني يعني احط في الحاجة دي money space free cotton طبعا عندي هنا space space يعني space يعني هنا مكان يعني نمبر 6 my aunt made us some bread and we ate it يعني my aunt made us some bread and we ate it it was still وكانت ماذا لقي wet warm cool cold طبعا عندي هنا ايه warm دافئ يعني بعدك نمبر 7 space will do some of the jobs that people do today ايه الحاجات دي ايه الحاجة اللي من الاربع دول will do some of the jobs سوف يقوم بأداء بعض الوظيفة التي يستطيع الناس ايه فعلوها ايه اليوم عندي ايه رابيت طبعا هنا ايه روبوت اللي هي الانسان اللي ايه الالي طبعا الكلام ده في صفحة 11 وبعد كده هتقلب برضو كده صفحة 12 عندي فيه كام جملة كده برضو تلات جملة تاني الانسان 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 طبعا الجزية دي موجودة برضو في كتاب المدرسة تحديدا طبعا كل حاجة كل جملة متاخدة من كتاب المدرسة وطبعا ده مهم جدا طبعا هنا ايه على الاسطحي المنازل بعد كده عندي معظم الشبابيك النوافذ مصنوعة من طبعا دي سهلة جدا اللي هي طبعا في نفس الصفحة صفحة اتناشرة تلاقي برضو مجموعة من الكلمة طبعا ده نوت طبعا احنا لسه ما جنالهوش ان شاء الله ولكن تنتقل الى جزئية اخرى اللي هي صفحة صفحة كام يا مستر وجدي اللي هي بداية الواحدة التاسعة الجزء الجرامر عندي صفحة كام صفحة اتنين وعشرين عندي وطبعا الجزئية دي طبعا اللي هي خاصة بجزئية الجرامر اللي هي قاعدة ويأتي بعدها فعلة في المصدر خلي بالك انا بدي لك انت كده سريع على القاعدة يعني سوفة وشوفنا استخداماتها كتير يسبق ويسبق ام او از او ار يسبق هالفاعل لو عندي اي يبقى اي ام جونج تو لو هي او شي او ات يبقى لو وي يو ذي يبقى ذي ار اه يبقى ار جونج اي اتو ويأتي بعدها الفعل في المصدر طب ما تيجي نشتغل يا مستر وجد على الجزئية دي عندي اه نمبر اه نمبر وان طبعا هنا عندي وي مش ام مش دو مش از يبقى وي ار طبعا الجزئية دي يا حبيبي سهلة يعني مش محتاجة مجبود كبير يعني عشان نوفر في الوقت ونحل اسئلة كتير عندي نمبر تو يأتي بعدها الفعل في المصدر خلي بالك الفعل في المصدر اللي هو الفعل السادة من غير زيادة بدون اي اضافات يبقى عندي لأ اكيد اين جي هنا اي دي لأ هنا فيزت في اس يبقى I'm going to visit نمبر ثري طبعا ده سؤال استخدام going to في السؤال بيبقى م او از او ار وبعد كده الفعل وبعد كده going to خلي بالك هنا لازم احط going to عندي go عند going عند goes عند going ايه تو number four who is going to cook our meal من اللي هيطبخ الواجبة بتاعتنا last week yesterday this evening a week ago طبعا دول ماضي اللي هي A و B و D طبعا الإجابة هي A C اللي هي this evening بعد كده number five no I space I'm going to walk طالما هنا هي no I طبعا ومن فيها يبقى no I am not no I am not طبعا ما فيش حاجة اسمها aren't ما فيش I isn't ما فيش I know I am لان دي جملة منفية بعد كده عند number six we enjoyed space when we went sailing خلي بالك دي خدناها فكرك بيها اللي هي اللي هي الضمائر الانحكاسية كنت بتقول الضمير I بتاعه myself I myself she herself it itself you yourself على حسب المخاطب we are ourselves they تبقى themselves طبعا انا ليه ما شرحت شرحة دي دلوقتي لاني بالتفصيل لان انا شرحتها في الفيديوهات الخاصة بالفي الشرح الدروس بلس الفيديو اللي هو السابق اه لده اللي هو كان ايه حل كراسة المعاصر برضو شرحت فيها طبعا ما مش هينفع ان نشرح الحاجة تلات مرات عشان بس حتى ما تزهقوش من مني او من الشرح عندي نمبر سيكس وين جوي دي احنا استمتعنا ايه يعني بساطنا يعني طبعا طالما هنا وي يبقى هنا ايه ايه ده الرفليكس البرناون ايه بتاعه بعد كده نمبر سيفن طبعا انا بكلم واحد اهو يبقى الكلام للمخاطب المفرد عندي طبعا مخاطب مفرد اختاره ايه مكملين نفس الجزئية طبعا في صفحة اه اتنين وعشرين مش عاوز اكتزها كده من الفيديو وادين اقاعدين مع بعض كده وادين ابيتحلها كله في مصلحتك وكمان انا حلل لك read and correct the underlined words اللي مش هيجي في امتحان ابريل ولكن برضو انا عاوز اخليك تستفيد اقصى استفادة نمبر ايت هي بوت اون ارتدائها لابس طي عشان يحمي اكيد نفسه وخلي بالك هي يبقى همسلف هرسلف ذمسلف اتسلف يبقى طالما هي يبقى همسلف لو كانت شي تبقى هرسلف لو كانت وي تبقى اورسلف لو كانت ذي تبقى ذمسلف ولو كانت ايه طبعا اتسلف طبعا اللي ما يناسب انت بتبص على الفاعل بتبص على الفاعل اللي في بداية الجملة وبناء عليه بتختار الرفليكس في ايه عندي نمبر ناين الطيور بتنام في الكهوف لكي تحمي انفسها لكي تحمي انفسها خلي بالك ذمسلف اورسلف يورسلف اتسلف طبعا اتسلف مش هتنفع لان ده مش طقر واحد يورسلف لأ او اورسلف لأ طالما هنا اللي هو كأن الضمير بتاعهم ايه ذي يعني تبر ذي بيردز ذي يبقى ذي وتبقى ذم عندي نمبر تن يعني اختي وانا بنحب التقاط الصور نلتق صور لانفوسنا يعني عندي طبعا الكلام ده لو انا بس يبقى كنت يبقى مش هناخد لو هنا لو كان وبعد كده لو كان ولكن اي حد وانا اي حد وانا بقى اي حد وانا يبقى يعني ماي سستر وانا اختي وانا يبقى نحن طالما نحن اللي هي وي يبقى الرفليكس بتاع ايه او ايه سالفز معلاش يبقى تحملني انا حللك برضو السؤال ده يعني في سكتنا مفيش مشكلة ناخد تلات دقائق زيادة يعني احنا دوبك لسه دوبك كده 16 دقائق يعني خلاص يبقى يأتي بعدها فعلا في المصدر كلها تعملوا يبقى هنا ايه خلصت ما أخدتش سواني يعني يعني شك الدبوس كلها يعني طبعا هنا أنا بكلم واحد طبعا طبعا ضماضي يبقى هنا اختر ايه او دي اتبقى ايه بعدك نمبر ثري احمد ار وده كلام برضو احمد ار اه ازعلاوي كده طبعا هنا احمد ايه از طبعا بعدك نمبر فور طالما سارا كأنها شي يبقى بتاع ايه هرسلف يبقى سارا هرسلف اي ار اس اي الاف بعدكده نمبر فايف طالما هنا يبقى لازم تغير مايسلف دي ترجع ويبقى الفاعل هنا لازم يكون اي اي لو كانت هنا اللي محطوط تحتها خط لو هي اللي كانت محطوط تحتها خط هنا يبقى كانت تبقى ايه بعدكده ننتقل لجزئية اخرى في الخاصة بيونت عندي هنا صفحة 24 وبعد الجمل كده نحلها وبعدكده عندي از او ار از ار ازا كانت صنعة من اه بتكلم في المدارع وز ار وير يتكلم في الماضي ولكن غالبا معظم مي دلوقتي كده في المدارع عندي يعني المخدات طبعا هنا عندي جزئية دي سهلة جدا نمبر تو طالما هنا خلي بالك دي كنائت ده حاجة مفرد طبعا طالما يبقى ايه بعدك نمبر خلاص احنا اتفعنا على جزئية يبقى يبقى بعدك خلي بالك الحاجة دي مفرد يعني باب السيارة كده مفرد طالما مفرد يبقى مش اختار ولا اخد ده علشان انا اعاوز يبقى خلص الكلام يبقى هنا ايه از الكراسة العربيات الغالية طبعا دي جمع طالما جمع يبقى هنا ماتاخدش 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 ماتاخد خلي بالك اوعى تغلط الغلطة دي تاخد ماتاخد يسبق ام او طبعا ام لا سوري يعني لازم هتوب از او ار فطبعا اللي نسبنا هنا ايه ار يعني نبر سيكس يأتي بعدها فعلا في المصدر خلي بالك زائد المصدر دي جزئية برضو خدناها في جزئية الفيوتشر جزئية الفيوتشر لما كنا بنقول ويأتي بعدها فعلا في المصدر للتعبير عن المستقبل باستخدام خدنا جزئتين عن المستقبل باستخدام وطبعا شرحنا باستفادة كاملة عندي نبر سيكس يأتي مصدر يبقى خلي بالك الفعل المصدر السادة من غير زيادة عندي هل سوف يوجد موبايلات عادية كده في المستقبل عندي 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 جزئت بعد كده عندي نبر مصدر يبقى أنا عندي و بعد كده الفعل ثم الفعل في المصدر يبقى بعد كده آخر جملة عندي خلي بالك الجزئة دي تخلي اللي بيحل سبعة صح هيحل تسعة صح طالما أنا سألت يبقى كده هجاب يبقى سألت بجاوب خلي بالك ولكن هنا طالما إجابة مثبتة يبقى لكن لو إجابة منفية كانت نيجي للجزئية التانية بقى طبعا ده في كتاب المهارات في جزئية كده امشي معايا كده خطوتين ثلاثة لقدام كده هتلاقي صفحة كم دي يا مستر وجد صفحة ستة واربعين ستة واربعين في جزئيات كده برضو أنا متعمد أحلى معاك يعني معلش تحملني شواء في الفيديو ده عندي عندي فيه ثلاثة جزئيات فيه جزئية بيقولك الخطوة الأولى اقرأ المفردات اللغوية هنقراها وبعد كده الخطوة الثانية تدرب على المفردات اللغوية معلش أنا أحلى معاك بسرعة عشان تستفيد الأكثر أهمية بقى هي الجزئية الثالثة الخطوة الثالثة لإتقن المفردات اللغوية عندي معلش أنا هار عليك بسرعة يعني مش أخذ من وقتك كتير عندك عندي هنا وهارلك الإنجليش بس عندي 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 خلي بالك تعمل معاملة المفرد عندي خلي بالك الكلمات دي وأنا بحل أستفيد منها في هذا التدريب اللغوية الخطوة الثانية عندي هو أحد يقول لي يا مستر وجدي بتعمل لنا إيه الكلام ده مش وقته أقول له وقته إحنا نستفيد بالجمل ما فيش مشكلة إحنا مش هنخسر حاجة عندي 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 going space in the mountains is my favorite hobby طبعا عندي سالة جدا هنا عندي a tricking عندي نمبر 2 I'm good at swimming أنا كويس في السباحة underwater with equipment so I like طالما أنت بتحب الحاجة دي يبقى I like I like diving diving يبقى هي نمبر 2 بعدك نمبر 3 the president الرئيس space to save Egypt from drought يعني الرئيس يتفاوض لإنقاذ مصر من الجفاف يبقى عندي the president negotiates sorry D3 بعدكده عندي rock طالما هنا فيها rock يبقى هنا rock climbing is the most dangerous sport يعني الموضوع ما خدلوش يعني 3-4 ده كده ما فيش مشكلة اهتم بقى بالجزئية اللي هي الخطوة الثالثة اتقن المفردات اللغوية master your vocabulary دي ستيب ثري ندخل على الحل على طول عشان ما نضيعش وقت عندي نمبر 1 young people sleep in space campsites campsites اللي هو مواقع التقييم عندي castles hotels tents rivers طبعا اي حد في سنة خمسة كده ممكن يحلى معانا دي هنا ايه tents اللي هي الخيام بعد كده عندي نمبر 2 it's space to climb a mountain without training طبعا خطر جدا انك تتسلق الجبل without training training بدون تمرين safe nice dangerous hot يبقى it's a it's dangerous بعد كده عندي نمبر 3 people who live in the desert are cold الناس اللي بيعيشوا في الصحراء are cold runners the bedouins the beginners the villagers طبعا هنا ايه بدوين اللي هي البدو بقى نمبر 4 space films make me frightened ايه نوعيات الافلام اللي بتخليك مرعوب وخيف كده عندك comedy scary love adventure طبعا هنا عندي ايه scary طبعا الكلام ده صفحة ستة ايه واربعين تدخل على صفحة سبعة واربعين برضو كده unit 9 بس هقرى لك الكلمات بسرعة انا ممكن اقول لك حسيب لك اناخد فيها كم دقية دي عندك step 1 ونقرى الكلمات عندي railway line عندي عندي ستورمي transport protect put on زي تسوير يرتدي sound British weather عندي فاقي خلي بالك وانت بتحل وانت بتحل بصفحة سبعة واربعين لاحظي الاجابات اللي انت تاخدها او اللي تختارها هنا في هذا السؤال step 2 وstep 3 هي اللي تستعلم بها في الحلول عندي step 2 عندي عندي railway lines that storm transport protect put on عندي it's space you can't go fishing طالما هنا you can't go fishing but it's storm بعدك number 2 buses cars and trains are means of كل الحاجات دي وسائل ايه مواصلات يبقى هنا اللي و means of transport number 3 sunglasses space our eyes from the sun يعني النظرات الشمسية بتحمي عيون تقي عيوننا من الشمس يبقى هنا protect number 3 بعدك number 4 trains and underground go on يعني القطارات والمترو يسير على ايه على الريلوي اللي خطوط سك ايه حديد يبقى دي number 4 يعني الموضوع خد له على فكرة ما يكملش ديئتين الجزئة دي نخش على بقى step 3 اللي master your vocabulary choose the correct answer from a, b, c or d number 1 it's important to for pupils مهم جدا للطلبة to space on their school uniform عندك make give put talk طبعا هنا ايه put put on يعني يرتدي بعدكده عندي number 2 this dish space delicious it smells good هذا الطبقي يبدو خلي بالك لزيز it smells good عندك sounds cold gives cooks طبعا هتلاقي في الكلمات برضو كلمة ايه كلمة sounds طبعا الاس دي عشان مفرد ولكن هي هتلاقي موجودة في الجزء اللي احنا قلناها اللي هي sound في الجزء اللي عمود اللي في النص دا بعدكده number 3 space people live in england ايه نوعية يعني جنسيات الناس اللي بيعيش في انجلترا french chinese gyptian british طبعا الايه british british اللي هو البريتانيون يعني بعدك number 4 what is that space like today it's hot يعني عايز اقول حالة الجو النهار دي هنا بيقول it's hot feather خلي بالك feather يعني ريشة weather يعني اذا او لو زي ايف كده عندي weather اللي هو حالة ضقص ندخل بعد كده على برضو هنا بس كل صفحة كده فيها بتعالج ايه درسين نعرى الكلمات برضو بسرعة عندي دي كلمة واحدة يعني يضع خط تحت يحترم مستيكس يعني اخطاء يعني ايه مزايا طبعا دي الجزئية الخاصة بالدرسين الخامس ايه والسادس عندي اول حاجة في السؤال عندي عندي خلي بالك فيه برضو underline بس هي دي المناسبة ليا هي العادة الكويسة يبقى هنا عندي ميكينج عندي هنا عندي هنا اللي هي الاقتروحات طبعا هنا بعد كده عندي انا كتبت على التدخين في عايز اقول لك في مجلة المدرسة يبقى عندك ايه نمبر ايه نمبر ثري عايز اقول ايه رأيك ايه رأيك في مشاهدة تلفزيون اه البرامج كتير او لفترة طويلة طبعا هنا عندي ايه مش اخدها طيب بعد كده عندي ندخل اه في الجزئية الخاصة بالدرسيين الخامس والسادس عندي ندخل على طول على الحل نمبر وان وان او 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 يعني عيوب مذايا محطات يعني عروض او تقديمات عندي واحد من المذايا اللي انك تصحى بدري طبعا انك تكون ايه نشيد بعد كده يعني عايز اقولك ان ارتكاب لاخطاء برضو بيخليك تتعلم يعني انت لما تغلط تتعلم من خطأك وتبقى ما تعملش الغلط ده تاني يبقى ميك مستيك بعد كنمبر ثري انا اقولت لك يتطلع الى يبهينا ايه 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 لك فورورد حبا بيجي بعدها يا اما جيرند يا اما جيرند يعني 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 بعد كده الكلمات بتاعتها برضو عندي ملعقة شاي عندي وسائد مخدات عندي خلي بالك لوحظ الفرق بين تاب و تاب و طب هنشوف بعض الكلمات دلوقتي بلاستيك متل والت مين بريكس ول خلي بالك الكلمة دي نطق ول طيب ما تيجي نحل الحاجات دي هنا عندي يعني العب بتاع الاطفال دي يعني طبعا دي انسب حاجة اللي هي بلاستيك عشان اطفال يعني يعني الكنز العبود بتاع الحاجة الساعة هنا بعد كده عندي نابر ثري طالما قال لك ثري يبقى ثلاثة يبقى حاجة جب ثلاثة حاجات على الكنبة مسلوم القطن يبقى هنا بعد كده طالما قال لك يبقى حاجة مفرد يبقى ينحص تختار ما بين طالما قال لك يبقى دين عشر دا كده يعني عايز اقول لك نعفل ايه عشان تحفظ على المية عندك تاب عندك تاب عندك تاب 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 الصغير زي يعني العلي التشط تاب الصنبولة الحنفية عندك تاب وشريت لاصق عندك تاب قمة او اعلى يعني الناس بيلبسوا ملابس نوعية في الشتاء علشان تدفيك يعني بلاستيك وول ستون جلاس طبعا دي حالة نفسها ملابس صوفية عندي نابر ثري عايز اولك مين 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 عايز اقول لك ما هي الفكرة الرئيسية خلي بالك في جزئية الكلمات في جزئية الكلمات اللي احنا قلناها يعني انا هارجع لك اهو اقول لك ان كلمة مين فوق يمين اهي فوق يمين كلمة اساسي او ايه او رئيسي اه يبقى هنا ايه مين بعد كده عندي نابر اه الحاجة اللي بتاعتي مصنوعة بعد كده ننتقل للدرسينا الثالث والرابع يونت تان عندي ايجلو ايلكتريك سولار بانيلز ماتيريالز اللي الموادل الخام درايفليس كارز ايرثكويك كلمة واحدة ااركتكت مهندس معماري كول ريكتانجيولار ريكتانجولار عن شكل مستطيل لكن الريكتانجولار اه اللي هي الريكتانجل اللي هو الشكل المستطيل اللي نفسه يعني بعد كده عندي ايلكتريك سولار بانيلز ماتيريالز ايرثكويك نمبر وان سبيس كارز ار سيفر ذان ايل كارز يعني عايز اقول لك السيارات الكربية اكثر امينا من الاي الاي كارز طبعا هنا عندي ايه يبقى هنا عندي ايه 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 ايكتريك كارز نمبر تو سبيس ايه 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 سنو طبعا دي يعني نستخدم ايه لتوليد الكهرباء عندي صولار بانيلز ماتيريالز ماتيريالز اه ايرثكويك طبعا هنا ايه صولار بانيلز صولار بانيلز اللي احنا الخلايا ايه الشمسية بعد كده عندي نمبر ام 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 عندي هنا ام ام طبعا البيوت يعني بتتحطم وتسقط ارضا يعني افتر ذا او افتر ذي ايرث ايه ايرث كويك طيب عندي بعد كده الجزئية الخاصة بستيب ثري اللي هي اه اللي هي ايه الخاصة بالدرسة الثالث والرابع عندي ندخل على طول في الحل ايرن بلاستيك اند وود اار الحاجات دي الحديد والبلاستيك والخشب الكلام ده ماتيريال طبعا ماتيريال زي ايه مواد عندي نمبر دي ايه اران اه معا ايه عايز تبقى ايه ايه طبعا ايه مهار بعدك نمبر ثري ايه نايس تمبرشير يعني درجة حرارة لطيفة يعني مش سائع اوي بط يعني سائع بارد بس بشاوي يعني. تبقى كول. كول يعني ايه بارد. بعد كده اه الجزئية الاخر اخر حاجة اللي هي خاصة بالدرسين الخامس ايه والسادس يونتين. وكل سنة وانطيبين بقى. يونتين عندي دايجرام كالندر كرياتف كرياتف يعني مبدع عندي اميزينج تكنولوجي تايملاين لوك لايك يعني يشبه ان دي تيل خلي بالك ان دي تيل دي تيل هنا مفهاش اس بقى يعني بالتفصيل يعني ديفايد يعني وقسم عندي هنا كرياتف كالندر دايجرام اميزينج تكنولوجي عندي ميكينج اول حاجة هتبقى عندي ميكينج سبيس يبقى هنا ميكينج ايه ميكينج ايه ميكينج ايه ميكينج دايجرامز ميكينج ايه دايجرامز بعد كده عند نمبر تو تبص على ايه عشان تعرف تاريخ النهارده يبقى هنا ايه كالندر بعد كده نمبر ثري ايه الحاجة الحديثة اللي طورت وحسنت من حياتنا يبقى مودرن ايه تكنولوجي بقى نمبر فور كل الافكار اللي علي اقترحها كانت ايه وير ايه اميزينج وير ايه اميزينج بعد كده ننتقل لاخر جزئية هي ستيب ثري اكتب ايه الاحداث المهمة جدا طبعا احنا اخذنا كلمة ايه تايم لاين اللي هي جدول ايه زمني بعد كده نمبر تو يو كان يأتي بعدها مصدر وكلهم مصادر يا مستر هنعمل ايه هنصرف ازاي يو كان سبيس which idea is the best يو كان ديسايد انك تقدر تحدد تقرر اي من الفكرة هي الافضل طبعا سيف يوفر look like يوجبه عندي بيليف بعد كده عندي نمبر ثري what does your brother space like اخوك شكله ايه لما خدنا look like ينوجبه عندي take make look put عندي هنا ايه look like بعد كده نمبر فور can you tell me everything about the journey in space careful detail problem total يعيز اقولك كان ممكن تقولي كل حاجة عن الرحلة بالتفصيل خباك in detail ودي صفحة واحد وخمسين كده انتهينا من شرح الكتاب او حل ملحق المهارات الجزئية الخاصة بالوحدتين انت ساعة والعشرة استعداد الامتحان ابريل ان شاء الله وتكونوا موفقين يبقى كده كل ما يخص او الاعدادي عندك ست فيديوهات اللي خاصة بشرح الواحدتين كل واحدة ثري فيديوز يبقى دي ست ست فيديوهات وبعد كده فيه فيديو سابق اه لحل كتاب الكرس المواصر المراجعة للاختبارات وهذا الفيديو اللي هو حل ملحق المهارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة